طيب النهاردة جواز الاتحاد الافريقي اعلنت دلوقتي حالا وليد الركراكي افضل مدير فني في القارة عن هذا الموسم الاهلي افضل نادي للمرة الستة في تاريخه شايف ده ازاي يعني هي المنظومة تستحق ده بالنتائج علشان طبعا فكرة الانحياز الجماهيري طبعا هي برضو في الاخر من اين جاءت الجماهيرية جاءت من النتائج وتاريخ متعاظب منها وبالتالي ده يعني يعد اجابة واضحة على كل المشككين على كل اللي لما الاهلي بيعلى ثم الطبيعي جدا بعد جزء كبير من الانهاج ربما بيبقى مش استراعة محاربة يعني الناس بس تاخد نفسها فتلاقي على طول الدنيا راح تخرجها ومش عايزة ترجع وبالتالي يا سبحان الله وكانها موعيد مختارة عشان تدي ادارة النادي وتدي كل قطاعات النادي بدءا من الصغار العاملين يعني واحداثهم كمان عشان تديهم لا احد كان يمكنه ترتيب المعات حتى سبراهيم بتاع الجوائز انه يجي في وقت زي ده صحيح يعني هي شوف بتيجي عملك سبحان الله بييجي في وقت انت تحتاج فيه لفضيلة الحق بس مش اكتر منها وبالتالي الناس بقى تورينا تنتقد يعني انا نفسي بقى المنتقدين دلوقتي ينتقدوا بقى هل يطرى الحكام برضو هم اللدوا الاهلي اللقب هل يطرى الفار كان ممكن فيه لعبة تخلي الاهلي مش احسن نادي هل يطرى الفار هيطلع جون كهرباء ولا مجود تاو ولا جود الراجل كولر اللي عرفنا انه استبعده كده واضح لانه من بره القارة دي حاجة لكن نشوف برضو الاتحاد دول التاريخ والحصاء حطهم مع جوارديولا في ناتج محلي لموسم واخد فيه خمسة من خمسة لا سبحان الله ان الله لا يدعجر من احسن عمله فعلا اعقلها وتوكل الناس اشتغلت وجاء موعد عشان يضحط كل ده على الفريق بقى انه هو يعمل الدور بتاعه لانه هو كمان رايح كسعالم عليه ان يبدو بحجم اللي هو مودع بي القاهرة وهو يرى هذه الاحتفالات وهذه النتائج محمود قصام عمل لك سرو بس خطير جدا انه الجهازة جاية في توقيت ان التوقيت شديد الاهمية انه في الوقت اللي انت رايح فيه بطولة والوقت اللي انت بتتعرض لضغوط كفريق يجي هذا الاختيار للفريق احسن فريق انت شايفه ازاي دافع دافع معناه مهم جدا في الفترة انت بتتعرض فيها الطبيعية جدا بعد ما وصلت للقيمة احنا قلنا هنا مع بعض لما توصل للقيمة طبيعي جدا الكرب يبدأ ينزل الميزان يتعدل فبتحصل الهزة كده قدرتك على استعاب الهزة والخروج منها بامان دا بيتطلب بقى ايه يطلب شغل كتير نفسي وعداد بادن ودعم جمهور وادارة بتوفر كل حاجة والناس اللي حولك يحاولوا يحموك بصورة ايه صورة تحمل فريق وتبعدوا عن كل الشوشرة انت عندك كمية وحجم شائعات مغردة وقصص طروة وحكايات تنال من الاهل يومين بصور لكن دايما دا مش غريب على الاهل طول تاريخي الاهلي وهو يتعرض لمثل هذا الكلام وقلنا هنا انه انت لما خلاص قفلت ودانك وركزت في هدفك خلاص مش معنيك الطوبة اللي بيجي لك من الوين والشمال لكن انت ايه ان شغلت بعيوبك عن العيوب الاخرين فكان حليفك التوفي فالربنا سبحانه وتعالى النهاردة كفأك من الدكترات جوائز جايزة الافضل للمرة السنة جايزة افضل لاعب داخل القارة بسكاو عندك جايزة الكهرباء في افضل هدف وكان ممكن تروح لحاجات اكتر من كده شلاوي دراع بدراع طبعا مع صراع مع حارس كبير جدا بأمانة شديدة انا كنت شاف كمان بونو كان يستحق ان يروح في جايزة افضل لاعب في القارة اللي عملوا مع ايشبالية واللي عملوا مع المغرب كانوا منتظرين الكلام فاني شايف انه كل الحاجات دي النهاردة المفرحة اللي هي بتخفف شوي وطلعك تخليك تشم نفسك في حجم اللي انت تعرضت له وانت تعرضت له ايه بيديك يعني مفيش حاجة فرض عليك حاجة لا انت تستطيع انك ترجع بانك انت توقف مع نفسك شوي شوية واتراجع انا ايه اللي عندي ايه الخطأ انه عند اللي حصل ايه اللي حصل عندي في الدوره ايه اللي حصل عندي في الدور الافريقي الفرع التانية برضو طبيعى جدا بص على الوداد عامل ازاي بص على صندوونز عامل ازاي ونتيجة تعادل للناس تحكي قالك سبك لأهلي والزمالك شوفي عام برامز كسر الدنيا مع صندوونز وعمل اللي محدش عامل ولمعملوش مع الاهلي يعني عاوزه لك الناس وكأنه تبدو هذا قدر الكبير دايما صورهين دايما قدر كبير زادت عن الحد بصورة تحولت إلى أنه لم يعد مش ده الإعلام يعني حتى معلش أنا عرق لنص دي حتى فوز الاهلي بالصوبر الكورت اليد تم تجاهله بصورة ولكن قامت الدنيا وانا امتقد لمجرد فوز فريق 2003 في مسابقة في الدوري ومداخلات وبرامج وغنوات ورحة وحصلوا اللي ما حصلش يعني عزوه لك ايه وكان يوم الاهلي يرسل الزمالك في مسابقة تبعا بانت لبتها خلاص مش محتاج مش محتاج انك انت ايه خلاص يا جماعة انت تعرف انت خلاص عرفت وعرفت الواقع وعرفت الحقيقة وهتشوف النهاردة رد الفعل بعد فوز الاهلي بجائزة افضل نادي في افريقيا وجائزة كهرباء وجائزة بيرستاو هتشوف التناول اللي عامل ازاي والاهتمام يكون عامل ازاي الرسالة بطحة للعبت الاهلي وللجهاز الفني هذا هو نتاج العمل هذا هو نتاج الاخلاص صحيح انا كفأك ادك البطولة وحطك على قيمة الاندية في افريقيا مش عاوز الناس تسيبك لا مش هتسيبك طبعا انا عاوز نزلك من ليه توصلت له يا عم كفايا كده بقى لا practicare ساقت كل حاجة دينا فشغيرك ولا ايه ما فيش غيرك ولا ايه خليها في المنافسة بقى يعني خليها في اطار المستطيل الأخضاء ما تخرجاش براءة كنتزودهاش قوي شخليني الاخ Bowie لما تجسبني هنا انا هي bestehtخاع ظم سلام يعني خليها في اطار المباراة ما تطلعش برا قصص وحده وتعمل علي حواديت وقصص منطق؟ منطق خلى يعني انتon بتقول بقي تلبتك دى الوقت بقيت مقلة يعني لأول بيتك دي كانت في العشرين سنة هو الله يا جبا معنى يا صام انا عاوز اقولك ايه انه بص طبيعي جدا هي دي الكورة وهي دي المنافسة وهي دي الحياة طيب لو الاهل قاعد يفوز هو ما بيخسرش مش عاوزين يا طب طب لما يحصل ويتكعبل شوية مثلا ما الماله فيه ايه خلص ده خلاص كل اربائيل ويومين وماشي ده هينه عقده ده روح ما عادش عنده جديد يقدمه ده خلاص ده فشل ده ما عندهش فكرة عادي يعني هربيض يا ايه يا جماعة ده السنة الفاتح كان كذا كذا ايه اللي حصل السنة دي اه فيه اخطاء اه فيه اخطاء الناس اللي في النادي سكتة لا مسكتة شايفين بصين وبيجتمع وبيشوف وبيعملوا ايه وببعثوا يعني مسألة مش هتوقف لانه الامر في غاية الخطور انا مش هستنى لغاية معا وقعا تعمل له مشكلة لكن انا عاوز اقولك ايه فتيجي المكافأة بدفع معنوية وانت رايح بطولة الناس كلها بعد من بكرة هتبدأ ايه تتابع احداثها واكد فانت هنا على المحاك استمر بقى خد من الدفع دي المعنوية دي انك انت بقى تلعب بقى مباراة كبيرة جدا تنتظر فيها الفائز من اتحاد جدة او اوكلا احنا هنيجي لكفاصيل دي في مواجهة هتكون مرتقبة وجماهيرية كبيرة جاسة وعلى الصعيدين يعني هنا او هنا صعيد اشتركوا في القناة